ولكن اللي أنا عاوز أتكلم فيه أحبائي لكن المشكلة كتير من البرامج كلام طيب كيف بدك تعرف أنه الكلام؟ هل في مصداقية لكلامك؟ هل في مصداقية؟ انت لمين تابع؟ وللأسف يعني في الأوساط الإنجلية صارت يعني زي بيع الخضرة كل مجموعة صغيرة عاوزة تأسس مجموعة أو كنيسة أنا بقولها بكل محبة وكتير ناس مش ناجحة في الكنايس فبتروح بتستخدم الزوم بتستخدم الفيسبوك بتستخدم وسائل تانية بدون مصداقية شيء تاني أين المحاسبة؟ مين اللي بحاسب؟ إذا أنت عضو في كنيسة في محاسبة طبعاً لكن إذا أنت مش عضو بتتنقل من مكان إلى مكان ما في محاسبة وإذا التعليم يمكن فيه رياح تعليم أو ضلال طب مين اللي بدي حاسبك على هذا الموضوع؟ كتير كلام عم نسمعه ما فيه مرجعية وزادت الطهين بلّة في موضوع الكورونا الكل بيفرد وبيستعرض عضلاته مثل ما قلت مش غلط بس لازم يكون في مرجعية أين المرجعية لكلام؟ ثم أين الأمانة في الكلام؟ أنا لازم أكون أمين في كلامي؟ أين الاستقامة؟ حياة الاستقامة؟ نكون قلباً وقالباً شكلاً ومضموناً يعني الكلام اللي بيطلع ما تحكي ليش كلام شوف الأعمال وراء الكلام إذا كان الصيط رديع وإنت سمعة مش حلوة لمجد الرب كلامك بيتحول لسم اسمع شيء مهم جداً قال يسوع إن فسد الملح فبماذا يملح؟ هو طبعاً الملح كيف ممكن يفسد؟ ما بيفسدش الملح على طول أنت أصلاً بتستخدم الملح عشان يتملح عشان يكون في بقاء ودايمومة لكن في مرات لما بتروح على المصانع بتلاقيه يداس وبيختلط والآخرة إذا ما كانش صافي فبماذا يملح؟ ثم قال يسوع أيضاً إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون؟ إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله نير فإذا إذا الملح اللي المفروض يكون بركة ومذاق جميل للمجتمع والنور كما هو مكتوب حلو للعينين ما في حياة بدون النور فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس هاي بتتكلم عن يسوع على فكرة لأنه ما فينا نعيش بدون النور وما فينا نعيش بدون حياة فإذا نور الحياة هو يسوع المسيح ولكن أحبائي إن كان النور فيك ظلام مع إنه يعني علمياً شو هو الظلام يعني أصلاً مفيش الظلام هو بكل بساطة غياب النور خلي ظلمي يعني غرفة مظلمة بحال ما تشعل النور بتضوي الغرفة فإذا إذا الكنيسة صار فيها غياب في هذا المجتمع الناس المتقلم على فكرة بقول الناس المتقلمة يعني أنا مرات فيه ناس بتتصلوا بقولوا طب روح تكلم مع الكاهن تكلم مع راعي الكنيسة تكلم مع الأسيس مع القسيس بقول لك أنا عارف مفيش حد بيهتم وطبعاً في كتير ناس بتهتم وفي ناس بتبالغ من ناحية تانية بس عاوز أقول الناس متألم الناس مجروحة الناس مضروبة على فكرة الناس عم تتخبط مش عارفة تاخد قرار وزادت الطين بلي بعد الكورونا مش عارفين الناس بحيرة مرتبكة مش عارفين شو اللي رايح يصير فكتير ناس بتتكلم ولكن مفاش مصدقية أو مرجعية أو محاسبة على كلامه كلاما